أسنان تور عليها أصابع اتهام بالبداية الله 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 ما قلت لي الكلام بالأذنة تهايتني العيادة قبل سبوعين شا قلت لي في اتهام أصابع إنها من أغلى العيادات اللي موجودة بالكويت شرايك بهالكلام السؤال الحصة مو ليش أسنان تور غالية السؤال ليش على أسعارنا وعندنا هالزحمة هذي الجواب أنا براي نحن لا مو غالين إذا بتقارنيننا بالدول المتقدمة بأمريكا وبلندن ومدن الكبيرة في أمريكا ما تغضي أسعارنا غالية بس مو من العدل أنك قاعدت تقارنيني منه قاعدت تقارنيني بالدول اللي دار ما دارنا أنا أقول لك لا الدكاترة متخارجين من نفس المستويات والجامعات ولا سنوات الدراسة نفسها لا المواد نفسها لا الأجهزة نفسها ولا ننسب الكويت كلنا عارفين فيه مشكلة سكانية فأجارات العيادات وسكن الموظفين وع البحر هم صح وبعدين فالأجارات مختلفة عن الدول اللي دار ما دارنا فأكيد رح نعكس السعر حلونا مشكلة الإسكان وشوفوا حنوش نسوي بالأسعار بس تكره حتى أساسا المواد اللي قاعدت تستخدمونها تكلفتها والأجهزة اللي عندكم هذا هو إنه هذه المواد الناس لازم تفهم مثل ما السيارات مستويات مثل الساعات مستويات مواد طب الأسنان من البورسلان من الزراعة مستويات وفيه شي يرخيص وفيه شي غالي وكذلك في الكويت ترى ما نقول كل دكاترة الكويت غالية في الكويت فيه الرغيس جدا والمتوسط والذي يجرج مستويات خنقول أقل حتى من نص أمريكا ولندن دكتور في ناسي كاثرونك أنا الحمد لله بس ننتور أبدا ما نتكلم بالأسعار كدكاترة عندنا فريق مجهز تماما فريق الإرشاد الطبي يشرح المواضحة فإحنا مفتكين من سالفة الليمون عليك دكتور الليمون نعطيه معيوني اشتركوا في القناة